تحية طيبة متتبعين الكرام في هذه الإحاطة الطبية الخاصة بلعبي فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم قبل مواجهة الأحد أمام الاتحاد البضاوي لحساب الجولة الثامنة عشر من بطولة القسم الوطني هوات والبداية بمركز حراسة المرمى حيث عاد ريد الكرداد لخوض التداريب بشكل انفراد أمسنا الخميس وكذا في حصة اليوم الجمعة بدأت غيوبه عن حصتين تدريبيتين لشعوره بآلام على مستوى الفخضة قبل أن تكشف الفحوصات الطبية التي خضع لها عدم خطورة الإصابة بالمقابل استمر بن تومي هو الآخر في خوض تمارين دون لمس الكرة وذلك إلى حين نهاية المدة التي منحت لها بعد تعرضه لكسر على مستوى إحدى أصابع يديها فيما عاد الحرس الآخر حمزة فوينتي للتداريب مع الاكتفاء بالجاري بعد استكمال حصص الطروض عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم الكروي الجاري على مستوى الظهر والتي استذعت خضوعه لعملية جراحية وبخصوص خط الدفاع عاد أحمد الزهوري لإجراء تمارين فرادية مع المعيد البدني خالد الزنكاري بعد استكمال حصص الطروض عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الاستعدادات للموسم الكروي الجاري والتي فرضت عليه خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة كللت بالنجاح أما زهر السنيكي فقد اكتفى هو الآخر بالجاري بعد استكمال أسبوع الراحة الذي منح له الأسبوع الماضي على إيطر تعرضه لإصابة خلال مواجهة شباب مريد لكنه سيغيب عن المباراة القادمة أمام الاتحاد البضاوي وحول باقي العناصر التي كانت مصابة على غرار أجد واسماعي الرفيع وشقيقي حمزة فقد عادوا لخوض تدريب رفقة المجموعة وسيكون بإمكان الحمر الاعتماد عليهم في المباراة القادمة أمام الطاص هذا كل ما لدينا في فقرة اليوم إلى اللقاء